اشتركوا في القناة متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاه انا مدمناك مع اني عرف انك طريق اخر وصراب لنا ادرى من حبك اخف ولنا 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 ادرى من حبك اخف اشتركوا في القناة ولنا ادرى من حبك اخف ولنا ادرى من حبك اخف ادرى من حبك اخف هو مين اللي شفتيه كان مات انا طالب القرب منكم في اختكم نعمات طلب صعدتك شرفنا اكيد مش هنلاقي عريس لنعمات احسن من حضرتك ولا يا فرج اما ليه حقيقي الطيبون للطيبات معلش احنا شطبنا هنا ما تخفيش ما تخفيش ما تخفيش اسمايل ما ده ما عرفتني بقى انت فعلا كريمان مش كده ما حدش قدر يجزم مين كان معاينا ولا كنا فين عشان كده كنت بدعور عليكي وعشان فهم منك ايه اللي حصل لنا احنا الاتنين يعني انت مش فاكر اي حاجة حصلت يومها الدكتور بيقولي ان انا مش فاكر اي حاجة لي على القبيل عجبك حال بتسلم ايدك بس بيت هيا لي صغير على نادية ايه لانه مش لا نادية بتحب تكون بنت او بدك صابي تشون منا مت؟ لا لا نمت بس اساس حي من جلوه با تبرا حماس او الا يعني ايه 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 perchな أس Ladies انا مفهمت رذي تفعلك اخبريت البيبي أنا مش عارفة شو أتمنى إذا صبي كرمال يكون عنا صبي وبنت أو بنت كرمال نات زي يكون عنده أخت لأنه أنا كتر حموت أنا وصغيرة ويكون عنده أخت مهم يكون زي الأمر زي نادي يلا أنا رح قوم شوفا وانت كمان قوم أحسن ما جيبه حتى في قراسك تتسلى عليك إيه دا؟ أنت كويسة؟ هو أنت مش نهاردة بيبقى دايما عندك مشوار؟ أنا رايحة بس أصلي ما جاليش نونطول الليل قلت أجي عود هنا شوية لحد دموة مالك يا سوفي أنا فهم بس كنت أنا اللي مليش علاقة بي هتأثرت جدا بمدة حتى قلبت علي المواكع عزيز صعب أنا علي قوي يا حبيبي لو شوفتي يعمل زي العيل الصغير اللي تاهم من موته شوفته منظره يطع للب بس هو فعلا حاجة شبهة اللي انت بدولي عليها كده بس صعب حاجة في الدنيا بغالي يفوتك ويمشي من غير معيده لكن مهما غاب عنك وتفضل مستنيين عيشة بي ولي لكنني وط حاجة تانية خالص بيحكم عليك انك تقبري فاجأة وتقبلي ماكيش اي حاجة في ايدك يرا حاجة واحدة بس هي انك تقبلي أو تتجنيني أو في أحسن الأحوال تعيشي زي الميت أنا مايوري الحظ في حظ غالي علي ويهوينها على زي زفانتي الحصر هو غالبا لهم ماهرفش يشوف حاجة في الدنيا غير من عنية مهم كتل خوفها لي بس سبتوش حتى يجرب يوم والأم لو تدولتو حط دناها قوة قلبها وتقفل علي نهاركم سعيد مش يال عشان عندله مشهر انتري صباح الخير اجيبي الفطار ايو هي ست الحسنة نايمة في العصر ولا سحيت مش ماهقول تكون مش فهمة هكون مساء العلمين يعني غير الهانم متصح صحي شوية انا بيها مش عايز اغبق على الصبح صحيت هو قاعدة مع أخوها تحت أخوها؟ هو رجلو خدت عالبيت خلاص؟ هي كمان بقت بتعزيم لي أهلها من غير استئزان؟ لا والله يا ست نبيلة حرام دي تفاجت بيه حتى قالت له ايه اللي جابك انتلع ايه اللي جابك؟ لا مش عارفة دخلت جوه ما سمعتش قال لها ايه؟ طيب اعمل فيك ايه؟ ايه رايك لو اروح لتغدى سوا؟ انا كويس يا عزيز متقلعش حالي لا بدان انا بس ما عنديش حاجة عمالي عبا قلتنا لو نتغدى سوا ابن ما تفيش هول وانت عطردن واخد اجازات دي مش عارف مش عارف لسه بس اللي عارفه ان انا مش قادر ارجع الشهور دلوقتي خالص خد وقتك لغاية ما تبادر بس الساعات بنكون محتاجين ان احنا نفضل ملهيين ومحوطين نفسنا بالناس عشان نفضل صالبينتون ما انا عشان كده طلبت ان احنا بدي عدى سوا ان ما انت لو عايز الحق مش عايز اتخذك بايتش افكر في الاكل اساسي بس مش قادر ارجع البيت استقبل معزين كم يوم كمان بس لو ما بيخففوش عنهم بالعكس دول بيفكروني بهمي وحزني ان انا مش نسيهم اصلا فزي ما انت قلدي لازم احاول احاول نفسي بالناس بس الناس الصح وانت بالناس اللي انا عارفة ان اعتفع متقدر ان الواحد ممكن يبقى محتاج يبقى محد بس من غير ما يقولولا كلمة ما اتطمن بالواناس وبس طعم لكن انت محتاج تبقى مع ناس تكون قادر تتكلم ومتفك وتتلاقي معي مش كل واحد فينا يفضل قاعد ساكد وصير اثام صح عندك حق فيها منصور عايزك تققى في جنبي اختي في ايه؟ عليك انبيلاته لازم اسدها وإلا تحبس بس انا مش عايزك تسدها لي ولا حاجة انا عاوزك بس تسل فيني قرشين اعمل بيهم مشروع صغير يسد ديني ويدخلي لقمة حلوة بعد كده ومشروع ايه ده يا اخوي فيه بمبوتي معرفة جاي بشروع حلوة وعايز شوف لها صرفة سريعة عشان طلع يجيب اللي اكبر منه هاشتريها منه على بعضها بالرخيص وباعها انا بقى فارط بالغالي وانت كتبتها ع نفسك انبيلات ليه؟ عشان كنت بحاول اعمل اي حاجة تدخل قرش سابت العيال بس اتضحك عليها واش ضمنك انه ميدحكش عليك تاني لا المرة ده انا اللي كاسبان ما فقاش كلام الحاجة موجودة وشايفها وعارف تمنها وعارف زبونها كمان بضاعة ايه يا منصور؟ ده يا ليكوني الزفت اللي بتشربه انت هتزليني عشان بافك على روحي بايزازة في الصنة مرة واده من غلبي اختي وانا لو كان عندي شغلانة حلوة ما كانش ده بقى حالي ماينفعش تخلي جوزك يشغلنا عندوك في القتل عندنا فين؟ مدفوق يا منصور اللي قدامك دي نعمات بتطمك وابوك اللي عارفك وحافظك كويس انا محلتش اللي كرامتي يا حبيبي ما تبيش قاس يا نعمات طب ده انا متأكد انك لو حكيت الجوزك مايصدق يلاقي حد امين ومندم واشتغل معاه انت لو سلفتيني الفلوس مش هتيجي نقطة في بحر من مال جوزك منما انا عايز اقمن للعال لقميتهم كل شهر مش مرة وخلاص موسيقى 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 انا روحت البيت عرفت اي حاجة؟ عرفت كل حاجة طمي في حد انا كارفك؟ طبعاً ما عرفتش حد انا مين انما انا سألت واتقصت وعرفت انهم لو بقى على الطريق في مصر وودوا الاسبيتاليا بعد كده قاعد كام يوم لحد مع الجو فاق وروح البيت انما لما راح هناك طلع مش فاكر خالص ومش فاكر انه متجوز ومخلك من الاساس يا لحمي يا مسبتي لو افتكر اللي حصل ولا لو افتكر ان انا السبب في اللي حصل له ده هيعمل فيي ايه؟ تلازم تختفي من هنا قبل ما يحصل ده ازاي يعني يا علي؟ يعني بعد اما يكون خلاص هوصل لليلة امشي واسبها دلوقتي تعالي معايا وعملي كل اللي انت عايزاه بس وانا متطمن عليك عندي مش هينفع يا علي انا لازم افضل وراه لحد ما ليلة ترجع في حدي طب والدكتور اللي كان وعدك انه يجيب عنوان ليلة اهناك عارف يوصل لهم انا هعملي بالعنوان دلوقتي بس ده كان ايام زمان مفيش حد هيرجع لي ليلة غير اسماعيل ادعي بس ان ربنا لاسترها معايا وهو يفضل ناسي لحد ما هي ترجع في حدي وبعد كده هطلب الطلاع ولو ما وفقش ان شاء الله حتى اروحها للمحكمة واقول علي انه كان بيعزبني وما دخلتش تشرب حاجة ليه بدل ما تلف في الشارع ساعتين زي ما بتقول مرسي بتعزعلان من حد عندنا ولاي لا ابدا انا جاي تكلم معاك ايه حاجة تخصك انتي تخصني انا خير محتاج تطمن عليك من ايه مرة اللي فاتل لما كنا عند عزيز قلتلك اني قلت انا عليك سألتيني لو عزيز حكياني ايه حاجة كده كانت مضيقيني ايه حاجة لك لكن مش النهاردة عشان لو حاجتلك مش هعرف اسمعلك وعلى ما يبدو كده ان انا النهاردة لازم اسمعك مش كده عايدة حامل على البلولة على الخاطر مش عارفة بقى مارت اينا مصدومة ماهي مراتك مش عارفة ليه تخطيت وما بالك انا بقى احصل في ايه لا انت ما ينفعش يحصل في كير حاجة واحدة بس تحط عقلك في راسك يا فريد فريد العصاية دي ما ينفعش تتمسك من نص خلاص انا كنت فاهمة في الاول احساسي اللي تولد ما بينك ومين كريمك نخصب عنكم وكنت متفاهمة ان الغلط اللي حصل ده كان بسبب زروح كواستك من عايدة انا وعايدة لو ما كنش تكوزنا ناديك ان زمانها في لبنان متعرفناش غير لو شفتنا كل فين وفين وكيد كانت عايدة تكوزت زي ما متى عشان بقت ارمالها في سن صغير وكان حيبقى حقها ما نقدرش نقولها لا والله اعلمين الرجل اللي كان حارب بنتي وزا كل ده بيقولنك عملت كل ده عشان لحواليك عشان كده انا كنت فاهمة لما رجلك جات وحسيت بل انت حسيت وتجاه كريم لكن لو حياتك الزوجية مع عايدة كويسة ما مكنش ينفع كل ده من اساسه يا فريد ولو انت زمان كنت بتمثل دور الزوج علشان تكمل الصورة الاجتماعية للعيلة وللأسف دلواتي مباشي انفعت ما صغيره بس الاهم تمستعد تكون رب انت لقيت انت لقيت انت لقيت انت لقيت انت لقيت طيب انشي اي حد يجي البيت من طرفها تاني تعرفيني تعرفيني جه ليه ومشي بقى بالزبط صباح الخير صباح نور انا لما سألت على مكان لطيف ممكن اخد في القهوة دلوني علينا شرفت ونورت المكان مكانك بسيء قهوة تحدثك ساد تحت عمر شكرا صباح الخير صباح الخير صباح النور هو انت بتعملي هنا وكنت بتقولي ايه لصوفية صوفية الست الليك هتوقف هنا دلوقتي سحمة المحل اه ده انا كنت بقولها اني لما سألت على مكان لطيف اخد في القهوة دلوني علي هنا انت جاية تشرب قهوة لا جاية عشان نتكلم معك انا مش هينفها تكلم دلوقتي ولا هنا ده مكان شور طيب تحب يقفو تعليك امتى خلينا لاتقبل الساعة تسعة في المطعم اللي احنا تقبلنا فيها طيب ولو حصل اي تغيير وحبيت اتغيري المكان او المعاد تقدريت اتصلي بيه على قوتل اوجيني انا قاعدينيك من اول ما جيت؟ لا اول ما جيت ما كانش في المكان عنا لسه ناقل فيه من بارح هموت يا حسن هتجنن مش عارف اعمل ايه بلاش تظلميها يا نبيلة ما انت بتقولي انو سيجة مامتك في دولابك انتي وانها ما تدخلش قوتك مش ممكن تكون بعيد سيغتها هيا فعلا لا طبعا هي حيلتها حاجة عشان يبقى عندها سيغة المشكلة كمان اني مش حفظة الحاجة كلها ماماو كان مزاجها في الدهب ما كانش بيعدي عليها شهر من غير ما تشتيلي حاجة جديدة احنا حتى عندنا سايغ بتاعنا اللي كان بيسايح لها سبايك ويعمل لها حاجات ما تطلبها منه مخصوص لو هنفترض ان اللي ببالك ده حصل فعلا فانا مقدرش هلوم على حد غيرك انت يا نبيلة دور حتى بيقولوا المال السايب يعلم السرقة كان لازم تفرز الحاجة كويس وتسجليها او حتى تحطيها في خزنة بصراحة انا شايف انو انتي لازم تركزي مع حاجاتكم شوية اكتر من كده معاك حق قبل ما نتسرق على حيات عنا طب شور علي يا حسن نعمل ايه لا انا ما عنديش مانع اني اسمعك لكن بصراحة مش حابب اتدخل انت اللي تشوفي ايه اللي عايزة تعمليه ازاي بقى مش دي حياتي اللي مفروض تبقى حاسس انها حياتك انت كمان وتشارك فيها خصوصا ان انا الواحدي ومعنديش اخوات سوبيان ولا حتى بنات وبابا طيب او يودحك عليه زي ما انت شايف فنفسي بس ان انت اللي تبقى واقف لي واتبع حلنا ومالنا اكيد باباكي بعد الخبرة والعمر ده كله مش منتظر ان احنا نفكر له او ندر له حياته او اعماله معا عشان كده انا نفسي ان انت تقرب من بابا اكتر وتبقى معاه في الشغل عشان العصابة اللي احنا واقعنا فيها دي واضح انهم انا وين يحطوا رجلهم في الشغل كمان وانا شايف ان ماينفعش حد غيرك يدخل معاه في الشغل وانا شايف انو كفية كلام عنهم بقى ممكن نتكلم عننا احنا شوية ولا انا ما بوحش كيه زي ما انت بتوحشيني ماينفعش خالص ماينفعش خالص ماينفعش خالص ماينفعش خالص ماينفعش خالص انك تفدل تجيلي فشغلي كده عمري ما عارف اتكلم معاك هناك برحتي انا من يوم ما جيت وانا ماشي جنب الحيت وكفية خيري شر بس عشان اعيش ماينفعش ابدا الناس اللي استأمنوني على شغلهم وعلى حياتهم فجأة يكتشفوا ان انا كدابة وانتي ليه ما قلتش للناس ذي انك متجوزة عشان ماكنتش عايزة بقى مضطرة اني احكي اني كنت ببضرب وبتهان وعشان كده هربت ايه اللي خليني قاسي عليك كده يا كلمان ماينفعش اني انت كان عندك هواجس وافكار مسيطرة علي عقلك مجنوني يعني هو انت حاسس اني بتبلي عليك لا مقصدش بس مش فهم لوانا بني قدم شرير كده ليه انا دلوقتي مكسوف من اللي انت بتحكيه عمي ليه لما فقدت الزاكرة ما بقيتش حاسس تجاهج بالغل اللي انت بتحكي عمي هل كان في حاجة مزعرينه منك خبال منسيتها ما بقيتش وحش معك حاجة زي ايه معرفش يا كريمان انا لبسك شخص واحد لامون لا سمعت انا مباشر ش لامون واحد بورتوال لا وصلحت واحد بورتوال لا وصلحت انا آسف اوه واضح ان فيه تفاصيل كتير لازم ابعارفه من قوله جديد انا تردت لامولنا عشان تهدي عصابك شوي انا هدي وعارفة كويس انا عايزة ايه انا عايزة بنتي انما انت ارجوك رايحني وقولي انت عايزة عايزة اعرف انا مين مين كانسية وليه كنت بتعمل معك كده وليه استحبلتيني كل ده عشان ليلى بس انت قلتيني ان انا من الاول وانا كده من قبل حتى منخلي في ليلى جربت اسيبك وابقت عنك ورحت الابوية عملت له مشكلة ورجعتني غصبن عنه وبعدين حملت وجات ليلى ومن يومها وانا قفلت على نفسي ورديت بسجنك حتى علي اخوي قطيعته عشان اكفي من شرك اللي كان طايل اي حد من طرفي ليه؟ انا كنت كده ليه؟ يا بنت الناس انت فهمة اللي انا فيه؟ انت بتحكيلي حاجة ولا من جواي حاس حاجة تاني خالص وانا اللي كنت عايز ارجع للرجل اللي كنت عليه انما بعد اللي انت حكتيني انا مش عايز للرجل ده ولا عارفه يروروروروروروروروروروروروروروروروروروروروروروilly مثلك خير؟ ما هي مشيطه؟ ن نو شكيلي كل شيء لأنه في موضوع بدأي حكيك فيه خير تلا غيرتابك وأنا رحضر العشاء ومن قوض منحك في إيه؟ قليني دباعتي في أنه لازم نباليش نحضر للوضع الجديد لازم نتأكد إذا موضوع نقلي على القاهرة بعده وارد لأنه لازم باليش تابع مع دكتور وإذا رح نضلنا هون لازم حضر قوذة الأطفال لتستقبل بايبي الجديد وكما يجب نتأكد إنه وضعات مش رح تتركنا مثل اللي قبله وتمشي وإلا لازم نجيب واحدة جديدة تعود مع نادية وتتعود عليها لبين ما كان أجعل بايبي يعني فيه أشياء كتير رح تتغير وهلأ رح نصير عائلة عن جد يا فريد طب ما إحنا عائلة بجد بس اللي فات شي وابتباءا من هلأ الوضع رح يكون مختلف تماما وعملت إيه مع إيماني أبعط لها أقول لها تجاهز حلها وتجيب لي لو تيجي وأبعط لهم يخليهم يبعطولي فلوس من البلد وأبعط لهم حق التذكر وأنت بتهايق لي ويصحش تبقى قاعدة في بيت الوحدك دلوقتي ولا إيه؟ أنا مش قاعدة لوحدي ومرتحة قوي في البيت اللي أنا فيه وما فيش حد يعرفنا هنا عشان يمسك لنا كشف اللي صح ولي ما يصحش المهمة إننا دلوقتي نعمل اللازم ونخلي إيمان ترجع بالايلي وثمت حياة تنبت لتدفئ قلوبا قبلها كانت قد أوشكت على الحياة عزيزي فريد أكتب لك من حيث تحدثت عيوننا لأول مرة ترجمة نانسي قنقر 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 أنا آسف ما كنتش موجود اليومين اللي فاته بس أنت عارف أظروف عزيز عارف لما كلمتيني عن المستشفى صوتك ما كانش ولابد ايه بمدايك فيه ايه فيدى اللي انتلزم تيرو وانش تلواتي لما مشي لما مشي افضل هنا هو بقره موسيقى عزيزي فريد اكتب لك من حيث تحدثت عيوننا لأول مرة لأفسح لك عن كل شيء وحين تنتهي من قراءة هذه الرسالة سيكون لك الاختيار إما أن تستشعر ضعفي وقلة حيلتي مثل ما لطالما فعلت أو أن تنسحي تاركا لي أجمل وأعذب قصة حب لم يعرف مثلها قلبي ولم يخلق مثلها خيالي لأعيش عليها ما تبقى لي من نبط في قلبي موسيقى كريمان الحمد لله أنني شوفتك كنت هتجنن لو لم ترى كيش لكن أنا لا أعرف أن أصل لك فين ولا أمتى بعد ما قايت شغلك فيه يا اسماي تعالي يا عودي وأنا سأقول لك ممكن بعد إذنك لو سمحت بتاع عودي وهقول لك على حاجة هتفسوتك قوي قوي تفضل تفضل هيا تشربي إيه لا شكرا لا ما يصحش فيه إيه يا اسماعيل أنا كلمت ليلى كلمت ليلى في إيه قالت لك إيه يعني يعني أنت سمعت صوتها أنا كمان عايز أكلمها ومبينا بينا يلا نروح أنت كلمتها مني إيه دي بس مش هنعرف نكلمها دلوقتي أنا أنا كنت عايز أتفق مع إيمان إن إحنا نكلمها سوا بس أنا ما عرفش ظروفك إيه أنت ممكن تقول لي على المعاد اللي نسبك وأتفق معاه من زمان المعاد فات من زمان يا اسماعيل من يوم أم أنت أخدتها مني طريقا خلاص يا كريمي أصدي يا كريمان أنا حتى ما بقيتش عارف عن دهرك أقولك إيه المهم هي نايمة دلوقتي مش هنعرف نكلمها أنا ممكن أعدي عليك الصبح نروح نكلمها سوا أو لو حبة بعد شغلك منك منروح ممكن كمان ممكن نفضل مع بعض لحد ما نكلمها كيف حالتك إيه؟ هيا بقى تتكلم دلوقتي؟ يعني مش كلام صريح بس إيمان كانت جنبها وكان تقول لها وقالتها ليلا وحشتيني يا ليلا وحشتيني يا نور عنايا مرحبا 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة